اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما ان الوالدين لهم حقوق على الابناء الاب له حق على اولاده والام لها حق على اولادها كذلك الاولاد لهم حقوق على الوالدين بنين كانوا او بنات هذه الفقوق تتنوع الى نوعين النوع الاول الفقوق المادية الاولاد لهم حقوق مالية على الابوين هذه الحقوق يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح في اخر كتاب النكاح هناك باب يقال له باب النفقات هذا الباب وهو باب النفقات يحتوي على الحقوق المادية للأولاد على آبائهم وعلى أمهاتهم إذا الابن كان فقيرا إذا البنت كانت فقيرة يعني ما كانت مقتدرة من الناحية المادية يجب على الابوين الانفاق عليهم الفقهاء يذكرون أنه حتى إذا كان الوالدان فقيرين هم ماعدهم هم محتاجين في حياتهم هناك قاعدة تقول مقدمة الواجب واجب الانفاق واجب إذا الأب أو الأم ماعدهم ما ينفقون على أولادهم يجب عليهم أن يوفروا مقدمة هذا الواجب يجب عليه العمل حتى يوفر النفق لأولاده في حديث مروي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه على ما أتذكر أنه إذا أعتر أحدكم يعني كان في شدة وكان في ضائقه من الناحية المعدية فليضرب فليضرب في الأرض يسافر في طلب الحلال وليبتغ وليبتغ من فضل الله ولا يغم نفسه وأهله ليش يبقى في هذا البلد وهو حزين وأهله حزين لا خلي يسافر بلاد الله واسعة إذا السفر كان مقدم للإنفاق على الزوجة أو كان مقدم للإنفاق على الأولاد فالسفر يكون واجبا إذا العمل كان مقدم للإنفاق الواجب هذا العمل يكون واجبا إذا هذا العمل يتوقف على مقدمة يعني الإنفاق توقف على العمل فالعمل مقدم للإنفاق إذا هذا الإنفاق اللي هو مقدم العمل اللي هو مقدم للإنفاق إذا هذا العمل توقف على مقدمة يعني هذه كانت مقدمة المقدمة ايضا تكون واجبة بالوجوب العقلي يعني اذا الانفاق متوقف على العمل والعمل متوقف على تعلم حرف من الحرق لانه يجب ان يكون نجارا مثلا النجارة تحتاج لا تعلم فهذا التعلم يعني تعلم النجارة او تعلم الطباب او تعلم اي علم من العلوم التي يتوقف عليها العمل ايضا يكون واجبا فاذا من وظيفة الابوين الاب اذا الابو موجود واذا الابو موجود الابو توفي او كان الاب فقيرا لا يتمكن من العمل في هذه الحالة تصل النوبة الى من الى الام الام ايضا يجب عليها الانفاق اذا الابو ما تمكن ان ينفق يجب على الابوين ان يوفر الفقوق المادية لأولاده ما هي هذه الفقوق هل هناك تخديد معين يعني كذا مقدار من الطعام كذا مقدار من الشراب كذا مقدار من اللباس لا ماكو هنا لك تخديد القضية متروكة الى العر ان نلاحظ ما هو الشأن هؤلاء الاولاد ان لاحظ وضع الاولاد ان لاحظ وضع الابوين ان لاحظ الشرائط المكانية ان لاحظ الشرائط الزمانية ان لاحظ الاوضاع الاجتماعية مجموع هذه الملاحظات عندما تلاحظونها يكون للاولاد شأن معين يجد على الابوين ان يلاحظ هذا الشأن للاولاده في الطعام والشراب والمسكن والملبس والسفر حتى ربما في العهود القديمة السفر ما كان شأن الاولاد ربما لكن اذا كان السفر شأن الاولاد اذا كان من شأنهم اقول اذا اذا الشرطية يجب على الابوين ان يسافر بابنائه هذا الفقهاء يفتون بذلك اذا كان من شأنهم مع ملاحظة هذه الخصوصيات التي ذكرت خصوصيات الاب والام والمكان والزمان والاوضاع الاجتماعية وما اشبه ذلك يجب ان يسافر بهم هذا من شأنه هذا مكلف هذا الاب وهذه الام بشؤون اولادهم بعض الفقهاء ممثلين بالوسائل الحديثة هذه الوسائل الحديثة قل ما كانت قديمة فما كانت من شأنه هذه المصابيخ ما كانت قديمة الثلاجة ما كانت قديمة الغسالة ما كانت قديمة واحد يقول لا يجب لأنه ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله هذا غلط لأنه في ذلك الوقت لم يكن من شأن المجتمع هذه الأشياء لكن الآن من شأن المجتمع هذه الأشياء ولو في بعض المجتمعات ولو في بعض الأوقات فيجب على الأب ويجب على الأم أن يراعي جميع هذه الخصوصيات الإسلام الإسلام لا يغفل النواحي المات الإسلام مضد الدنيا لا ولا تنسى نصيبك من الدنيا الإسلام مضد الدنيا الإسلام مضد الرفاح من يعيش في عيش مرفته حتى بعض الفقهاء ذكروا هذا الجزئي لاحظوا هذا الجزئي الشاي ما كان قديم ما كانوا يفربون شاي ولكن الآن عادة في كثير من البعوت اتشاج شأن المجتمع شأن الأولاد شأن الزوجة هل يجب على الأب أن يوفر لزوجته وأولاده ذلك نعم واجب إذا كان من شأن واجب فالطعام واجب الشراب واجب المسكن الملائم واجب الزواج إذا كان من شأنه واجب العلاج إذا كان من شأنه واجب السفر إذا كان من شأنه واجب كل هذه حقوق مادية للأولاد على آبائه طبعا مع ملاحظة مجموع الخصوصيات المكتنفة مع ملاحظة الشرائط التي ذكرت هذا البعد الأول الذي لم يغفل عنه الإسلام وهو البعد الماد البعد الثاني وهو الأهم البعد الثاني هو الأهم لأن هذه الأشياء التي ذكرناها تتوقف عليها هذه الحياة القريبة هذه الحياة الدنيا بس إذا واحد ما أنفق على أولاد يعيشون في جوة إذا واحد ما عالج ابن يموت من المرأ مثلا يعني الختار الموجود لو ضيعنا هذا البعد الأول ختار في ماذا في الحياة العاجر ولكن البعد الثاني تتوقف عليه الحياة الآجلة اللي هي الحياة الحقيقية يقول يا ليتني قدمت لحياتي يعني هاي مو حياة هذا ممار هذا معبر أيام وتنته شايفين هاي الظهور الربيع أيام وتنته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيش فتراه مصفرا بعد شميع مشفقون هذه الورود كل هذا بلات وانتهى يعني الحياة الحقيقية هي تلك الحياة يقول يا ليتني قدمت لحيات فمو واحد يظن أنه انتهى دوره عند هذا البعد هذا واجب إذا الابن أو البنت تقير ميت مكة يدير شؤونه واجب على الأبوين إدارة شؤونه ولكن الأهم من ذلك هو البعد الثاني الأهم من ذلك هي الأبعاد المعنوية الحقوق المعنوية هذه هي الأهال لأنه إذا الأبوان ما رعا هذه الأبعاد ما رعا هذه الحقوق الذي يحدث أنه يضيعون آخرة أولاده في الآية الكريمة تعبير حقيقة المؤثر الذين خسروا أنفسهم وأهليه هناك بعض الناس والعياذ بالله يجون يوم القيامة خسروا أنفسهم فهن ما قدموا لآخرته وخسروا أهليه يشوف زوجت في النار يشوف بنت في النار يشوف أمة في النار يشوف أولاد في النار خسروا أنفسهم وأهليه فالمهم يعني الأهم أنه واحد يراعي هذه الأبعاد الأبعاد المعنوية هذه هي الأهم في حديث مو في هذا المقام في مقام آخر عن أحد الأهم صلوات الله عليهم عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله في الأكل مواضد يلاحظ أن لا يكون الطعام ملوث يلاحظ أن لا يكون الشراب ملوث يلاحظ تاريخ الانتهاء أن لي يكون هذا الطعام منتهي يفكر في ما أكل ما في إشقال ما في إشقال وحد يكون مواضد من الناحية البدنية ولكن عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله الأشياء التي تدخل إلى بطنه يفكر فيها والأشياء التي تدخل إلى عقل لا يفكر فيها فيجنب بطنه ما يؤديه ويودع صدره ما يرديه مواضد على سلامة أطفال من الناحية البدنية ولكن شنو يطالعون مومه أين يذهبون مومه شنو هذه البرامج التي يلاحظونها في هذه الأجهزة الحديث مومه فيجنب بطنه ما يؤديه ويودع صدره ما يرديه يعني ما يهلك الحقوق المعنوية شنو هذه الحقوق المعنوية الحقوق المعنوية كثيرة وإذا شاء الله نذكر في هذا اليوم وفي الأيام القادمة مجموعة من هذه الحقوق الحق الأول هذه الرواية مروية في بحار الأنوار وهي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام في هذه الرواية تجب للولد على والده ثلاث خصال ثلاث الحقوق واجب للأبناء وللأولاد على آبائهم ثلاث فقط مو أكثر ليش أكثر لماذا الإمام يقول ثلاث القصوليون يقولون العدد لا مفهوم له يعني إذا قلنا ثلاث أشياء هي من مكارم الأخلاق يعني غيرها مو من مكارم الأخلاق لا العدد لا مفهوم له هذا لا ينافي أن توجد هناك حقوق أخرى تجب للولد على والده ثلاث خصال الحق الأول هذا الحق يتعلق بما قبل ولادة الطفل هذا حق قبل ما يولد قبل ما يأتي إلى هذه الدنيا الطفل قبل أن تنعقد نطفته يعني حتى قبل نعقد النطفة هذا الحق موجود شنو هذا الحق لاحظوا الدقة في التعاليم الشرعية الإمام الصادق صلى الله عليه يقول في هذه الرواية اختياره لوالدته أن يختار أم هذا الطفل هذا من حقوق الطفل على والده من يختار من من ينتخل ما هي المقاييس التي يختار بها الشاب زوجته الآن انتهى شهر محرم وصفر أيام الربيع عادة ينبغي الالتفات إلى هذه القضية من يختار وفق أية مقاييس المقاييس الظاهرية المقاييس العاطفية المقاييس الشهوانية لأنها جميلة طبعا نفس الكلام يرد في الأب أيضا لأنه جميل نقبله لأنه عنده مال نقبله لأنه من عائلة مرموقة عائلة وجيها في المجتمع نقبله ما في إشكاء ملاحظة هاي الأشخاص شنو الإشكاء واحد يبحث عن المال أو يبحث عن الجمال أو يبحث عن الوجاهة ما في إشكاء يعني مو محرم ولكن هذه مو ملاق للسعاد لا سعادة الزوج ولا سعادة الأولاء لذلك هناك شيء مروي لعله حديث لا تتزوج امرأة لمالها فلعل مالها يطغيها تطغى إذا شافت أنها لها مال أنها سرية أنها غنية تطغى طبعا إذا ما كو دين إذا أكو دين الدين يحد جميع هذه القدرات يدمها يلجمها يحددها أما إذا ما كو دين فلعل ما لها يطغيها ولا تتزوج أمرأة لجمالها لأنها جميلة فلعل جمالها يرديها المال يطغي الجمال يرديه يعني يستط صاحبه في المهالك في المفاسد الأخلاق ولكن تزوجها لدينها وأخلاقها هذا أهم شيء الدين والأخلاق الجمال ينتهي مفعول بعد 6 شهور تصرف عادي أخلاق من ذلك خلال 10 تيام ينتهي مفعول تصرف شيء عادي ولكن الشيء اللي يبقى الذين الشيء اللي يبقى الأخلاق هذا مؤثر هذا هو الحق الأول اختياره لوالدته أنه من يتزوج ومن ستزوج هذا يأثر في نفس الطفل يأثر في جسم الطفل يأثر في روح الطفل يأثر في السجاية الأخلاقية للطفل يأثر في دين الطفل في كل أبعاد حياته لذلك أهم شيء اختيار الأم هذا من جانب الرجل ومن جانب المرأة اختيار الآ اختيار الأم واختيار الآ هذا هو الحق الأول من فطوق الأولاد على آضائه الحق الثاني المذكور في هذه الرواية وتحسين اسمه شنو قيمة الاسم هذا اللط له قيمة هل هذه الألفاظ مؤثرة الجواب نعم الاسم له إحاء إحاء في الواقع كل ما حولنا فيه إحاء واحد ليقول هذا شيء مو مهم شنو قيمة هذا الاسم شنو قيمة هذه الكنية شنو قيمة هذا اللقب ما إلى قيمة لش كل ما حولنا فيه إحاء هذا إلى إحاء وإلى تأثير أنتوا اقرأوا في الآيات الكريمة حول اللباث أهل الجنة لون لباث أهل الجنة هذا اللون له إحاء وله تأثير يعني اللون الذي حولنا يؤثر في نفسنا ويؤثر في روحنا يمكن هذا كان هناك جس هذا العلماء ذاكري يقال له في إحدى البلاد الأجنبية جسر الانتحار الأفراد كانوا يجون حول هذا الجسر يلقون بأنفسهم في وين في بحر أو نهر ويموتون يغرقون علماء الناس درسوا هذه الظاهرة لاحظوا الدقة وسكروا كيف يقللون من حوادث الانتحار قالوا أفضل شي نغير لون الجسر هذا هو تغير لون الجسر لون الجسر كان مثلا لون قاتل رمادي كذا فغيروه إلى اللون الأخضر في الآية الكريمة خضر فياب أهل الجنة غيروه إلى اللون الأخضر فقلت حوادث الانتحار إلى حد كبير ما أدي ذاكرين عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة أكثر يعني هذا الذي في منتهى حالات الكآب عندما يجي في هذا الجسر يريد أن ينتحر يشوف اللون لون أخضر هذا يأثر في نفسه فينصرف عن مقاولة الانتحار يعني حتى اللون مؤثر إيحاء الألوان مؤثر الوضع الاجتماعي مؤثر الأشياء المحيطة بالإنسان مؤثر الإسم أيضا مؤثر الإيحاء حتى إذا من يشعر الأسماء الطيبة لها إيحاء طيب كان واحد من الأفراد هذه القضية تنقل هذا كان كثير الكذب كثيرا ما كان يكذب وهذه عادة حقيقة جدا سيئة وكان في أحد البلاد المقدس في يوم من الأيام يأتي أحد العلماء من إيران يشوف ويسمع عنه وعن وضعه يلتق بي يقول له ما اسمك شنو اسمك يقول اسمي صادق فيقول له ذلك العالم إذا كان كان اسمك صادق فلا تكذب هو ملائم لإسمه صادق أن يكذب يقول هذه الكلمة أثرت في نفسي ولم يعد إلى الكذب بعد ذلك أبدا لم يعد إلى الكذب الاسم مؤثر الأسماء القبيحة أنا الآن ما أذكر الأسماء المنهية عنها في الروايات ومع الأسف متداولة فيما بيننا إذا حبيت راجعوا كتاب النكاح في بحث الأولاد وراجعوا كتاب الآذاب والسنن كثير من الأسماء المبغوضة عند الله متداولة عندنا ولا أذكرها واحد يغير هذه الأسماء يغير هذه الأسماء النبي صلى الله عليه قال كان يغير الأسماء الأسماء غير المناسبة في البلاد الأسماء غير المناسبة في الأفراد كان يغير ها واحد يغير اسمه يغير لقبه يغير كنية لا إشقال في ذلك هذا أثر الاسم الطيء وهناك أثر أخروي للاسم الطيء لاحظوا هذا الحديث في الخبر إن رجلا يؤتى به في القيامة اسمه محمد فيقول الله له ما استحييت أنت أن عطيتني وأنت سمي حبيبي أنت اللي اسمك محمد ما استحييت اسمك باسم النبي صلى الله عليه وآله ما استحييت أن عطيتني ثم يقول الله له وأنا أستحيي أن أعذبك وأنت سمي حبيبي يظهر من هذه الرواية أن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يعذب شخصا سمي بهذا الاسم المباراة هناك حديث آخر مروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم كل من اسمه محمد الله سبحانه وتعالى فليدخل الجنة لكرامة سميه محمد أحد العلماء كان ينقل هذه القضية التي أختم بها الموضوع يقول بعد أن حدثت الثورة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي كثير من العلماء كثير من المؤمنين فروا بدينهم من تلك البلاد حربوا من تلك البلاد حتى لا يقعون في قبضة هؤلاء يقول وكان في منفر امرأة طاعنة في العمر كبيرة يقول سألتها عن اسمها فقالت إن اسمي فاطمة ثم قالت هذه القضية هذا ما كان اسمي الأطل وإنما كان اسمي شيئا آخر ولكن في يوم من الأيام سمعت أحد الخطباء يقول فوق المنبر أنه إذا جئ بالمرأة يوم القيامة ولم يكن لها عمل تستحق به الدخول في الجنة ما لها عمل تستحق به الدخول في الجنة طبعا مع أنها مؤمنة مع أنها موالية عقيدتها ما في إشكال لكن نفرض أنه كانت لها حسنات وسيئات وسيئاتها أحبطت حسناتها لم يبق لها شيء يؤهلها لدخول الجنة إذا كان اسم هذه المرأة فاطمة الله تعالى يدخلها الجنة ببركة هذا الاسم المبارك تقول هذه المرأة عندما سمعت الخطيب يقول ذلك غيرت اسمي إلى فاطمة الحق الأول اختيار الوالدة واختيار الوالد والحق الثاني تحسين الاسم نكتفي هذا اليوم بهذا المقدار فصل الله على محمد وآله الصاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة